الإنسان في كل تصرفاته مصدر قلق للكوم الإنسان وجوده حتى إذا ما يتصرف حتى إذا كان منكفع على ذاته حتى إذا كان محجم متوقف عن العمل وجوده كارثة على الحياة وليست الكارثة فقط كارثة الكون لا كارثة على معادلات رب العالمين كل تصرف يصدر من الإنسان ينعكس هذا التصرف على معادلات رب العالمين كلمة يقولها عرش الله يهتز روحوا يشوفوا الروايات يكتبوا عرش الله ابحثوا عن هذا الموضوع أي الأشياء التي تؤدي إلى اهتزاز في عرش الله نظر واحد إنسان ينظرها ليست صحيحة يهتز لها عرش الله عرش الله في الحديث القدسي يا عيسى هذا نص الحديث لا تحلف بي كاذبا فيهتز عرشي غضبا الله يعلم في كل ثانية عرش الله جاء يهتز في كل أقل من ثانية عرش الله جاء يهتز هذه شنوه هذه إنعكاسات سلوك الإنسان مو كارثة على الحياة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الله يقول أنا صلحتها هاي الحياة أيها الإنسان لا تفسد مو فساد في الحياة فحسب فساد بمعادلات رب العالمين هذا الإنسان